في إطار البحث في مقتل التيم الكوبيا اللي عنده تسعوذ وربعين سنة ما زال عند الشرطة الأسئلة إضافية لجميع الناس يوم ثلاث خمسة عشر مارس الفين وستاش لحظات بعد الساعة الثناش ومش بعد الزوال تم العثور على التيم الكوبيا في حالة خطيرة داخل المتجر ديالو في شارع كارل كلينكن بيرغسترات رقم عسرة اللي عنده المدخل الرئيسي في شارع ينطور بسترات أمستردام تلقى تعنات متعددة والإسعاف جاء لكن التيم الكوبيا مات وعلى الفور بداية الشرطة تحريات كثيرة في المنطقة بعد شهرين تقريباً من موتين الكوبيا وفي يوم الخميس 12 ماي الماضي تم القبض على متهم في سن تسعود وثلاثين سنة في مدينة أمستدام هذا المتهم ما زال محبوس والبحث مستمر بطريقة كبيرة من المحتمل أن المتهم قد قام بالتخلص من سلاحة بطعن يعني لموس و البستان ضحية اللون البستان أسود كحل وبعد وقت وجيز بين حادثة الطعن بسلاحة من أجل الحصول على هذه الأغراض يعني لموس و البستان قامت الشرطة في الفترة الأخيرة بحث موسح بالمنطقة المحيطة بمكان وفات تيمير كوبيا وتم فتح بعض الآبار من أجل بحث على هذه الأغراض يعني الموس والبستان أثناء هذا البحث تم العطور على الموس وهذا الموس مازال في طور البحث الأسئلة التي تحتاج إلى الشرطة هي كالتالية ما هي التي ترى لبستان ديام الكوبيا التي تحتاج إلى لون الأسود لكحل ما هي التي ترى لين يتواجد هذه البستان الآن؟ ما هي التي ترى أن ترى أن ترى اليوم الثلاثة وخمسة عشر مارس ما بين الساعة الثلاثة وعشرين دقيقة والساعة الثلاثة وخمسة عشرين دقيقة كان يلح في هذه الأغراض المذكورة البستان ولموس قريب من محل الدراجات في أنطوروبسترات أو في منطقات فريتسوف ونانسنوف التي قريبها لكيف الساعة وسبين بطاقة ينفخها للساعة من المحتمل أيضا أن المتهم ترك محل الدراجات قريب من محل الدراجات في أنطوروبسترات ومتجه فريتسوف ونانسنوف التي قريبها لكيف الساعة وسبين بطاقة ينفخها للساعة كان يجري ربما غادي على رجله أو بشكلته ما واضحش أشمن طريق اللي تتخذ لمتهم ديك الساعة ربما كان البس دياله عمره بالدم شكون شاف يوم ثلاثة خمسة عشر مارش ما بين الساعة والثناعش وعشرين دقيقة والثناعش وعشرين دقيقة الشي واحد باللبس ربما عليها الدم سواء كيتمشى على رجله ولا كيجري ولا على دراجة ما بين شارع ينطوروبسترات وحيد فريتسوف ونانسنوف في أمستردام واللي قريبها من كيف الساعة والمسباح يعني سوين بط في أنفخها للساعة النيابة العامة خصت مكافأة مالية بقيمة عشر آلاف أورو لمن كيعطي المعلومات اللي ستتأدي الحل القاضية عمر الاستمارة يعني فورميلير بالمعلومات وتصل بالشرطة عبر الرقم 0 سعود 0 88 44 ولا تصل بفرقات الاستخبارات المخصصة لإبلاغ بشكل بجهول 0 800 7000 أو تصل بالاستخبارات الوطنية بالرقم 0 7 90 3 45 8 90 90 90 90 30 100 90 96 80 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة